بسم الله الرحمن الرحيم أول كتاب العتق باب في المكاتب يؤدي بعض كتابته فيعجز أو يموت حدثنا هارون بن عبد الله قال حدثنا أبو بدر قال حدثني أبو عتبة إسماعيل بن عياش قال حدثني سليمان بن سليم عن عمر بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال المكاتب عبد ما بقي عليه من كتابته درهم حدثنا محمد بن المثنى حدثني عبد الصمد حدثنا همام حدثنا عباس الجريري عن عمر بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيما عبد كاتب على مئة أوقية فأداها إلا عشرة أواق فهو عبد وأيما عبد كاتب على مئة دينار فأداها إلا عشرة دنانير فهو عبد قال أبو داوود ليس هو عباس الجريري قال هو وهم ولكنه هو شيخ آخر حدثنا مسدد بن مسرهد قال حدثنا سفيان عن الزهري عن نبهان مكاتب لأم سلمة قال سمعت أم سلمة تقول قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان لإحدى كن مكاتب فكان عنده ما يؤدي فلتحتجب منه باب في بيع المكاتب إذا فسخت المكاتبة حدثنا قتيبة بن سعيد وعبد الله بن مسلمة قال حدثنا الليث عن ابن شهاب عن عروه أن عائشة أخبرته أن بريرة جاءت عائشة تستعينها في كتابتها ولم تكن قضت من كتابتها شيئا فقالت لها عائشة ارجعي إلى أهلك فإن أحب أن أقضي عنك كتابتك ويكون ولاءك لي فعلت فذكرت ذلك بريرة لأهلها فأبوا وقالوا إن شاءت أن تحتسب عليك فلتفعل ويكون لنا ولاءك فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم ابتاعي فأعتقي فإنما الولاء لمن أعتق ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما بال أناس يشترطون شروطا ليست في كتاب الله من اشترط شرطا ليس في كتاب الله فليس له وإن شرطه مئة مرة شرط الله أحق وأوثق حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا وهيب عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت جاءت بريرة تستعين في مكاتبتها فقالت إني كاتبت أهلي على تسع أواق في كل عام أوقيه فأعينيني فقالت إن أحب أهلك أن أعدها عدة واحدة وأعتقك ويكون ولاؤك لي فعلت فذهبت إلى أهلها وساق الحديث نحو الزهري زاد في كلام النبي صلى الله عليه وسلم في آخره ما بال رجال يقول أحدهم اعتقيا فلان والولاء لي إنما الولاء لمن أعتقى حدثنا عبد العزيز بن يحيى أبو الأصبغ الحراني قال حدثني محمد يعني بن سلمة عن ابن إسحاق عن محمد بن جعفر بن الزبير عن عروة بن الزبير عن عائشة قالت وقعت جويرية بنت الحالث بن المصطلق في سهم ثابت بن قيس بن شماس أو ابن عم الله فكاتبت على نفسها وكانت امرأة ملاحة تأخذها العين قالت عائشة فجاءت تسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم في كتابتها فلما قامت على الباب فرأيتها كرهت مكانها وعرفت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سيرى منها مثل الذي رأيت فقالت يا رسول الله أنا جويرية بنت الحارث وإنما كان من أمري ما لا يخفى عليك وإني وقعت في سهم ثابت بن قيس بن شماس وإني كاتبت على نفسي فجئت أسألك في كتابتي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فهلك إلى ما هو خير منه قالت وما هو يا رسول الله قال أؤدي عنك كتابتك وأتزوجك قالت قد فعلت قالت فتسامع تعني الناس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد تزوج جويريه فأرسلوا ما في أيديهم من السبي فأعتقوهم وقالوا أصهار رسول الله صلى الله عليه وسلم فما رأينا امرأة كانت أعظم بركة على قومها منها اعتق في سببها مئة أهل بيت من بني المصطلق قال أبو داود هذا حجة في أن الولي هو يزوج نفسه باب في العتق على شرط حدثنا مسدد بن مسرهد قال حدثنا عبد الوارث عن سعيد بن جمهان عن سفينة قال كنت مملوكا لأم سلمة فقالت أعتقك وأشترط عليك أن تخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما عشت فقلت وإن لم تشترطي علي ما فارقت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما عشت فأعتقتني واشترطت علي باب في من أعتق نصيبا له من مملوك حدثنا أبو الوليد الطيالسي قال حدثنا همام حا وحدثنا محمد بن كثير المعنى قال أخبرنا همام عن قتاده عن أبي المليح قال أبو داود قال أبو الوليد عن أبيه أن رجلا أعتق شقصا له من غلام فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال ليس لله شريك زاد بن كثير في حديثه فأجاز النبي صلى الله عليه وسلم عتقاه حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا همام عن قتاده عن النضر بن أنس عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة أن رجلا أعتق شقيصا له من غلام فأجاز النبي صلى الله عليه وسلم عتقاه وغرمه بقية ثمنه حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر حا وحدثنا أحمد بن علي بن سويد قال حدثنا روح قال أخبرنا شعبة عن قتادة بإسناده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أعتق مملوكا بينه وبين آخر فعليه خلاصه وهذا لفظ بن سويد حدثنا بن المثنى قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي حا وحدثنا أحمد بن علي بن سويد قال أخبرنا روح قال أخبرنا هشام بن أبي عبد الله عن قتادة بإسناده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أعتق نصيبا له في مملوك عتق من ماله إن كان له مال ولم يذكر بن المثنى نضر بن أنس وهذا لفظ بن سويد باب من ذكر السعاية في هذا الحديث حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا أبان يعني العطار قال حدثنا قتادة عن النضر بن أنس عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من أعتق شقيصا في مملوكه فعليه أن يعتقه كله إن كان له مال وإلا استسعي العبد غير مشقوق عليه حدثنا نصر بن علي قال حدثنا يزيد يعني بن زريع حا وحدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا محمد بن بشر وهذا لفظه عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن النضر بن أنس عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أعتق شقسا له أو شقيصا له في مملوك فخلاصه عليه في ماله إن كان له مال فإن لم يكن له مال قوم العبد قيمة عدل ثم استسعي لصاحبه في قيمته غير مشقوق عليه قال أبو داود في حديثهما جميعا فاستسعي غير مشقوق عليه وهذا لفظ علي حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى وابن أبي عدي عن سعيد بإسناده ومعناه قال أبو داود رواه روح بن عبادة عن سعيد بن أبي عروبة لم يذكر السعاية ورواه جرير بن حازم وموسى بن خلف جميعا عن قتادة بإسناد يزيد بن زريع ومعناه وذكرى فيه السعاية باب في من روى أنه لا يستسعى حدثنا القعنبي عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أعتق شركا له في مملوك أقيم عليه قيمة العدل فأعطى شركاءه حسصهم وأعتق عليه العبد وإلا فقد أعتق منهما أعتق حدثنا مؤمل قال حدثنا إسماعيل عن أيوب عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعناه قال وكان نافع ربما قال فقد أعتق منهما أعتق وربما لم يقله حدثنا سليمان بن داود العتكي حدثنا حماد يعني بن زيد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث قال أيوب فلا أدري هو في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أو شيء قاله نافع وإلا عتق منهما عتق حدثنا إبراهيم بن موسى الرازي قال أخبرنا عيسى بن يونس قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أعتق شركا من مملوك له فعليه عتقه كله إن كان له ما يبلغ ثمنه وإن لم يكن له مال عتق نصيبه حدثنا مخلد بن خالد قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا يحيى بن سعيد عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى حديث إبراهيم بن موسى حدثنا عبد الله بن محمد بن أسماء قال حدثنا جويرية عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى مالك ولم يذكر وإلا فقد عتق منهما عتق انتهى حديثه إلى وأعتق عليه العبد على معناه حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أعتق شركا له في عبد عتق منهما بقي في ماله إذا كان لهما يبلغ ثمن العبد حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا سفيان عن عمر بن دينار عن سالم عن أبيه يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان العبد بين اثنين فأعتق أحدهما نصيبه فإن كان موسرا يقوم عليه قيمة لا وكس ولا شطط ثم يعتق حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن خالد عن أبي بشر العنبري عن ابن التلب عن أبيه أن رجلا أعتق نصيبا له من مملوك فلم يضمنه النبي صلى الله عليه وسلم قال أحمد إنما هو بالتاء يعني التلب وكان شعبة ألثغ لم يبين التاء من الثاء باب في من ملك ذا رحم محرم حدثنا مسلم بن إبراهيم وموسى بن إسماعيل قال حدثنا حمد بن سلم عن قتاده عن الحسن عن سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال موسى في موضع آخر عن سمرة بن جندب فيما يحسي محمد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ملك ذا رحم محرم فهو حر قال أبو داود روى محمد بن بكر عن حمد بن سلم عن قتادة وعاصم عن الحسن عن سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل ذلك الحديث قال أبو داود ولم يحدث هذا الحديث إلا حمد بن سلم وقد شك فيه حدثنا محمد بن سليمان الأنباري قال حدثنا عبد الوهاب عن سعيد عن قتادة أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال من ملك ذا رحم محرم فهو حر حدثنا محمد بن سليمان حدثنا عبد الوهاب عن سعيد عن قتادة عن الحسن قال من ملك ذا رحم محرم فهو حر حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال أخبرنا أبو أسامة عن سعيد عن قتادة عن جابر بن زيد والحسن مثله قال أبو داود سعيد أحفظ من حمد باب في عتق أمهات الأولاد حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي حدثنا محمد بن سلمة عن محمد بن إسحاق عن خطاب بن صالح مولى الأنصار عن أمه عن سلامة بنت معقل امرأة من خارجة قيس عيلان قالت قدم بي عمي في الجاهلية فباعني من الحباب بن عمر أخي أبي اليسر بن عمر فولدت له عبد الرحمن بن الحباب ثم هلك فقالت امرأته الآن والله تباعين في دينه فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله إني امرأة من خارجة قيس عيلان قدم بي عمي المدينة في الجاهلية فباعني من الحباب بن عمر أخي أبي اليسر بن عمر فولدت له عبد الرحمن بن الحباب فقالت امرأته الآن والله تباعين في دينه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ولي الحباب قيل أخوه أبو اليسر بن عمر فبعث إليه فقال أعتقوها فإذا سمعتم برقيق قدم علي فأتوني أعوضكم منها قالت فأعتقوني وقدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم رقيق فعوضهم مني غلاما حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حماد عن قيس عن عطاء عن جابر بن عبد الله قال بيعنا أمهات الأولاد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر فلما كان عمر نهانا فانتهينا باب في بيع المدبر حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا هشيم عن عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء وإسماعيل بن أبي خالد عن سلمة بن كهيل عن عطاء عن جابر بن عبد الله أن رجلا أعتق غلاما له عن دبر منه ولم يكن له مال غيره فأمر به النبي صلى الله عليه وسلم فبيع بسبعمائة أو بتسعمائة حدثنا جعفر بن مسافر قال حدثنا بشر بن بكر قال حدثنا الأوزاعي قال حدثني عطاء بن أبي رباح قال حدثني جابر بن عبد الله بهذا زاد وقال يعني النبي صلى الله عليه وسلم أنت أحق بثمنه والله أغنى عنه حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا أيوب عن أبي الزبير عن جابر أن رجلا من الأنصار يقال له أبو مذكور أعتقى غلاما له يقال له يعقوب عن دبر ولم يكن له مال غيره فدعا به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال من يشتريه فاشتراه نعيم بن عبد الله بن نحام بثمانمائة درهم فدفعها إليه ثم قال إذا كان أحدكم فقيرا فليبدأ بنفسه فإن كان فيها فضل فعلى عياله فإن كان فيها فضل فعلى ذي قرابته أو قال على ذي رحمه وإن كان فضلا فها هنا وه هنا باب في من أعتقى عبيدا له ثم لم يبلغهم الثلث حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حمد بن زيد عن أيوب عن أبي قلابة عن أبي المهلب عن عمران بن حسين أن رجلا أعتق ستة أعبد عند موته ولم يكن له مال غيرهم فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال له قولا شديدا ثم دعاهم فجزأهم ثلاثة أجزاء فأقرع بينهم فأعتق اثنين وأرق أربعة حدثنا أبو كامل حدثنا عبد العزيز يعني بن المختار أخبرنا خالد عن أبي قلابة بإسناده ومعناه ولم يقل فقال له قولا شديدا حدثنا وهب بن بقية قال حدثنا خالد بن عبد الله هو الطحان عن خالد عن أبي قلابة عن أبي زيد أن رجلا من الأنصار بمعناه وقال يعني النبي صلى الله عليه وسلم لو شهدته قبل أن يدفن لم يدفن في مقابر المسلمين حدثنا مسدد قال حدثنا حمد بن زيد عن يحيى بن عتيق وأيوب عن محمد بن السيرين عن عمران بن حسين أن رجلا أعتق ستة أعبد عند موته ولم يكن له مال غيرهم فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فأقرع بينهم فأعتق اثنين وأرق أربعة باب في من أعتق عبدا وله مال حدثنا أحمد بن صالح قال أخبرنا بن وهب قال أخبرنا بن لهيعة والليث بن سعد عن عبيد الله بن أبي جعفر عن بكير بن الأشج عن نافع عن عبد الله بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أعتق عبدا وله مال فمال العبد له إلا أن يشترطه السيد باب في عتق ولد الزنا حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا جرير عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولد الزنا شر الثلاثة وقال أبو هريرة لأن أمتع بسوط في سبيل الله أحب إلي من أن أعتق ولد زنياه باب في ثواب العتق حدثنا عيسى بن محمد الرملي قال حدثنا ضمرة عن إبراهيم بن أبي عبله عن الغريف بن الديلمي قال أتينا واثلة بن الأسقع فقلنا له حدثنا حديثا ليس فيه زيادة ولا نقصان فغضب وقال إن أحدكم ليقرأ ومصحفه معلق في بيته فيزيد وينقص قلنا إنما أردنا حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أتينا النبي صلى الله عليه وسلم في صاحب لنا أوجب يعني النار بالقتل فقال أعتقوا عنه يعتق الله بكل عضو منه عضوا منه من النار باب أي الرقاب أفضل حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتاده عن سالم بن أبي الجعد عن معدان بن أبي طلحة اليعمري عن أبي نجيح السلمي قال حاصرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بقصر الطائف قال معاذ سمعت أبي يقول بقصر الطائف بحصن الطائف كل ذلك فسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من بلغ بسهم في سبيل الله فله درجة وساق الحديث وسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أيما رجل مسلم أعتقى رجلا مسلما فإن الله جاعل وقاء كل عظم من عظامه عظما من عظام محرره من النار وأيما امرأة أعتقت امرأة مسلمة فإن الله جاعل وقاء كل عظم من عظامها عظما من عظام محررها من النار يوم القيامة حدثنا عبد الوهاب بن نجده قال حدثنا بقيه قال حدثنا صفوان بن عمر قال حدثني سليم بن عامر عن شرحبيل بن السمط أنه قال لعمر بن عبسه حدثنا حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أعتقى رقبة مؤمناه كانت فداءه من النار حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن عمر بن مره عن سالم بن أبي الجعد عن شرحبيل بن السمط أنه قال لكعب بن مره أو مرة بن كعب حدثنا حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر معنا معاذ إلى قوله وأي ممرء أعتقى مسلما وأي ممرأة أعتقت امرأة مسلمة وزاد وأي ما رجل أعتقى امرأتين مسلمتين إلا كان تافكاكه من النار يجزى مكان كل عظمين منهما عظم من عظامه قال أبو داود سالم لم يسمع من شرحبيل مات شرحبيل بصفين باب في فضل العتق في الصحة حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن أبي إسحاق عن أبي حبيبة الطائي عن أبي الدرداء قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل الذي يعتق عند الموت كمثل الذي يهدي إذا شبع آخر كتاب العتاق